اشتركوا في القناة واتصالحنا لكن مش بقول على مصطفى كده عشان خاطر ابوه واشار مصطفى شبير يستحق يكون حارس منتخب مصر في مباراة بوركي نفسه والاعتماد على محمد الشناوي هيكون ظلم واضح واتم مصطفى شبير اعلى فنيا من ابوه واختيارات حسام حسن فيها مجاملات خالد الغندور شاهدته لقاءات مع بعض اللاعبين مثل عبد الشافي لا يظهر في الاعلام نهائيا ومع ذلك محبوب بطريقة غير طبيعية ويحترمه الجميع الاهلاوي قبل الزمالكاوي وتبع محمد مجدي افشا اكثر من احزن جماهير الزمالك بهدف القضية ولكن قمة في الادب والاحترام ويحترمه الجميع الزمالكاوي قبل الاهلاوي واضاف محمد الشناوي حارس الاهلي والمنتخب هادئ الطبع ويتحدث دائما بكل احترام وتقدير لكن مشكلة الايام دي ان الاموال الكثيرة تجعل اللاعبين يغيرون انتماءهم كل ساعة مش مشكلة ده عالم احتراف واختتم لاعبون سابقون ومن اصبح محلل او مقدم يقول انا زمالكاوي رهيب وبعد ذلك يقول انا اهلاوي رهيب هذا ليس زكاء ممكن يقول انا كنت زمالكاوي ولكن عندما انتقلت للاهلي احبابته واحبابت الجماهير يكون فيه زكاء في الكلام لكن يقسم انه زمالكاوي وبعد ذلك يقسم انه اهلاوي ده ميدو خطوات الصلح الجدية بين الشيبي والشحات ستبدأ من اليوم وتابع السبب الرئيسي فيما وصلنا اليه هو عشوائية قرارات لجنة المسابقات وعدم وجود ضوابط ولوائح تطبق على الجميع واضاف حذرته من قبل بداية الموسم بان بدء الموسم بنفس اللوائح والقوانين سيعيد ازمة القهربة من جديد واختتم الموقف واضح هناك له خفي يريد ان تكون اللوائح رماضية حتى يتسنى له التدخل في كل القرارات الهامة اسلوب رخيص قديم هو اللي اوصلنا الى ما وصلنا اليه ميدو قرار اعتزال شيكابالا حكيمه في وقته وتابع شيكابالا اسطورة ونجح في اختيار الوقت المناسب للاعتزال ونريد ان يخوض اللاعبين كل مباراة في الموسم القادم من اجل تكريمه وارضف في الموسم القادم كل مباراة يودع لشيكابالا فهو اسطورة ومثال للشاب المكافح ولديه قصة كفاح كبيرة واتم الزمالك سيوفيق سيقوم بتكريم شيكابالا بشكل لائق وسيكون هذا حافز لللاعبين ان يقدموا كل ما لديهم من اجله وان يمنحوه كل بطولة وسيصبح اكثر لاعب تتويجا للبطولات في تاريخ النادي احباد حمدي لاعب الزمالك لي اصحاب كتير زمالكوية ومن زمان بيتكلموا معايا نفسنا تكون موجود في النادي واشار عقد انتهى في كندا وكنت اجازة في القاهرة ومجلس ادارة الزمالك فتح معايا مفاوضات من خلال الكابتن حسين لبيب والكابتن حسين السيد وانا من الاول كنت حابب اكون موجود مع الناس دي وتابع انا كان عندي الرغبة من يوم عودتي للقاهرة اني قلب استشارت النادي الزمالك وان شاء الله ربنا يعني واكتب التاريخ مع النادي الزمالك واوضحة كنت فرحان جدا لما الكابتن حسين لبيب كلمني ونبيل عماد دونجا هو اللي خدني اقعد مع الكابتن حسين السيد وحسين لبيب وفضل معايا لي اخر الاجتماع واكمل اول انطبع اخدته ان الناس دي محترمة وعندهم خطة لتنفيذها مع اللاعبين زيزو كان على اتصال دائم مع اخويا واحمد فتوح صاحبي وكلمني من اول مرجات عشان انضم للزمالك واغلب اللاعبين كان عندهم رغبة اني اكون موجود وانا كان عندي الرغبة مليار في المية اني اكون موجود وشدد انا مبسوط وسعيد في نادي الزمالك وانا اخترت قرار وانا مبسوط وسعيد بي جدا ومركز مليون في المية اني ادي كل حاجة لنادي الزمالك والاختيار الاول كان لدي الزمالك محمد شحاتة لما كنت بلعب في طلاقع الجيش ما كنتش معروف اوي فكنت ببعت لكابتن عبدالله السعيد دايما على انستجرام وفيسبوك اني نفسي ابقى زيه واكيد ما كانش بيرد لاني ما كنتش معروف اوي وفرحت اوي لما عرفت انه هيبقى موجود معايا في الزمالك وبصراحة ما قلتش لو اني كنت ببعت له وقتم عبدالله السعيد شخصية محترمة وصوته قليل اوي في الملعب وشخصيا نظيفه وقائد جوه الملعب وباخده قدوة هو ملتزم في كل حاجة محمد شحاتة اتمنى الانضمام لمنتخب مصر وشرف ليا وواصل كان نفسي عمر جابر وعبدالله السعيد ودونجا ينضموا لمنتخب مصر عاملين موسم كويس ويستحقوا واشار اكتر لاعيف الاهل بحبوا كلهم لاعيبة كبيرة وليهم كل الاحترام على علاقة كويسة بكوكا والدبيس وحمز علاء وكريم فؤاد وقتم فرحة جمهور الزمالك كانت اكبر فرحة لانهم كانوا فعلا محتاجين البطولة دي محمد شحاتة اتكلمت مع كوكا بعد ما تشيل اهلي ولقطت الكبري قلت له ما تزعلش مني وواصل كوكا قال لي لا انت اخويا ومش بركز في الحاجات دي وانا مش من النوع اللي بيهتم باللستوري والحاجات دي وتطرق شرف ليا مقارنتي باسم طارق حامد يا رب احقق بطولات زي وقتم الماتشات الجاية في الدوري ماتشات كؤوس يمكن المنافسين يقعوا الماتشات الجاية ما فيش حاجة بعيدة على ربنا الدوري لسه في الملعب احمد حمدي لم نبدأ مباراة ذهاب نهائي الكنفدرالية بالشكل الافضل نهضة بركان فريق غيد ولديهم نقاط قوة مثل الكرات الثابتة ومنحناهم هدايا في المغرب مثل الركنيات واضافة تحدثنا بين الشوطين على ان البطولة ما زالت في الملعب وامامنا 45 دقيقة ولقاء العودة في مصر واشار تحدثنا كلاعبين اننا لن نستسلم وسنحارب على البطولة حتى اخر نفس ووفقنا واحرزنا هدف عن طريق زيف الدين الجزيري وتوقيته كان جيدا واصعب اللحظات في المباراة العودة هي لحظة الاصابة واسعد شيء هو تسجيلي للهدف كنت اشعر بانني سأسجل هدفا محمد شحاتة وانا في الناشئين كنت بابات في مبيت بنادي طلاع الجيش وكنت بخلص الفلوس اللي معايا ومش برضه اقول لولدي على بلوس تانية فكنت بروح لميز العساكر اقل معاهم والحمد لله كانت ماشية بالستر وزادة لما كلمت ابويه قلت له حمدي للزمالك قال لي انت بتتكلم بجد وما كانش مسدق وقتما متأثرا بالبكاء عرفت من اختي بعدها انه كان بيعيط بعد ما افل معايا احمد حمدي قضية فلسطين هي قضية كل انسان لديه دم ونخوة ليست قضية فلسطين فقط عندما كنت في كندا كنت متضامنا معهم وسنظل مساندين لهم حتى اخر نفس واضف سمعت خبر انه لن يكون هناك دعم او صورة في الاستاذ لذلك قررت ان اذا احرست هدفا ساوصل رسالة دعم لفلسطين شي كبالة عن قضية الشحات والشيبي كلنا في الاول والاخر كلنا اخوات واحنا بنلعب لابة عشان نبسط الناس وياريت الموضوع يتحل بحيث ان الناس كلها تبقى مرضية ما يكونش ليها رواسب واضف ياريت الناس نقعد ونتكلم ونحل الموضوع واحنا مش عايزين حد يبدايق مننا ونقعد نتكلم ونحل الازمة واي حد حاسس انه يقدر يساعد يدخل يساعد فعلا واكمل اتمنى بعد التوقف الدولي وعودة الشيبي للقاهرة نعقد جلسة بين الاطراف ونحل الامر محمد شحاتة لقطة الغمزة في مطش القمة دونجا كان بيشجعني ويحفزني بعد الترئيسة قال لي هايلي يا شحاتة فعملت كده بشكل تلقائي ووصل دونجا اخوي الكبير في الملعب وبرى الملعب وبيشجعني في كل الاوقات ما عنديش رهبة من اي ماتشات وماتشات الديربي دي بتبقى احسن ماتشات وبستنها واكد جمهور الزمالك رقم واحد في كل حاجة والداعم الرئيسي لي ونفسي دايما احقق بطولات وفرحهم محمد شحاتة جوميز دايما بيدي احطاقة لكل اللعيبة في اول مشاركة قال لي العب ما يهمكش حاجة والعب في المباراة زي التمرين واضافك النفسي اكمل مباراتي الاسماعيلي لكن بعد ما خرقت ما احبطش واكيد مستر جوميز عمل الصح واتمل اول مرة اول ما شفت الجمهور في الملعب جسمي اشعر بطريقة رهيبة وقلت الجمهور ده مستحيل يروح زعلان كنت بدعي ربنا يكرمنا الماتش ده الحمد لله الماتش عد على خير واخدنا البطولة محمد شحاتة زيزو دايما كان على تواصل معايا وكان بيسألني على مفاوضات الزمالك وواصل زيزو كان دايما مهتم اني انضم للزمالك وكان بيقول لي هتيجي وانحقق بطولات مع بعض ودايما بيقف معايا ويحفزني واشار شيكابالا اسطورة الزمالك استقبلنا كلنا وشخصية نظيفة جدا ومن انضف الشخصيات اللي اتعاملت معاها واضاف شيكابالا قال لي عاوزك وافق من نفسك وما تخافش وربنا هيكرمك معانا وانا بحبه على المستوى الشخصي واشار شعوري باهتمام الاعلام بعد الانضمام للزمالك مليش في الاعلام ودايما مركز في الملعب مش بحب حاجة تشغلني برا الملعب لان ده هياخد من تركيزي وانا بحب اركز في الملعب في اوقات مناسبة اطلع فيها للإعلام واتم عندنا في نادي الزمالك كلنا واحد مفيش اساسي او احتياطي معندناش مشكلة من يلعب اساسي او احتياطي شيكابالا العلاقات بين اللاعبين في الزمالك والاهلي مش زي ما الناس بتصورها على السوشيال ميديا واضاف المفروض الاعلامي لما لاعب يطلع معاه ويغلط في لاعب الاعلامي ده يوقفه ما يسيبوش كده وتابع اتمنى من النهاردة ان اي اعلامي لما يطلع معاه لاعب لو غلط في حد الاعلامي ده يوقفه ويقول له بلاش احنا رايحين في حتة كويسة بلاش نرجع لورا لكن للأسف الحتة مؤخرا بقت مش موجودة واكد لكن في الاول والاخر اخوات وبنروح افرح بعض وبكل احترام وادب وبندخل بيوت بعض محمد شحاتة كابتن حسين باركلي على انضمامي للزمالك وقال لي هتحقق بطولات مع الزمالك واتفرح الجمهور دايما كابتن حسين بيحفز ده في المعسكرات وحابب اشكره واشاره مش بخاف من المدح طول ما انا بكتهد والجمهور بيدعمني عمري ما خاف الدعم بيديني ثقة اكبر واكد بعض ما تشتها في نهاية الكنفيدرالية شلية مع الجيش كان قدامي الزمالك في الدوري وزعلت من جوايا اني سجلت في الزمالك لكن انا في الجيش بلعب علشان ارضي ربنا لكن من جوايا كنت زعلان محمد شحاتة كان عندي عرض عربي وانا رفضت علشان عاوز الزمالك وقلت لوكيلي شرف لاي حد يلبس تشارت الزمالك وهو له الاولوية في اي حاجة حلمي كان اللعب في الزمالك واضفك كان عندي معسكر في دبي مع المنتخب الولمبي وكيلي قال لي الزمالك عاوزة قلت له مش محتاجة افكر طبعا اتمنى العب في الزمالك واشار حابب اشكر كابتن احمد سليمان ورامن صوحي يوم الصفقة قعدنا من عشرة صبح لحد الساعة 4 العصر واكد كابتن حسين لبيب قال لهم الصفقة دي لازم تخلص باي طريقة وباي فلوس شي كبالة عملت اشاعة مبارك وهرجع التدريبات بعد اسبوعين ان شاء الله بسؤاله هل الزمالك قادر على المنافسة على الدوري مفيش حاجة اسمها فرص الزمالك بعيدة في المنافسة على الدوري خاصة وانها حصلت قبل كده وحصلنا على اللقب بعد تأخر في الترتيب وطالما فيه هدف تعمل اللي عليك والنتيجة بتاعة ربنا ووجه رسالة اللي خاصة لجماهير الزمالك جمهور الزمالك لو فضلت تتكلم عليهم مئة سنة لقدام مش هديهم حقهم واضافة احنا وجماهير الزمالك بدأنا المشوار مع بعض من ولا عين صغير والناس لما بتلاقي حد شبههم اكيد الناس بتحبه والحب متبادل اكيد احمد حمدي الدكتور محمد اسامة طبيب الفريق بلغني انه قطع في الرباط الصليبي ومفروض هسافر المانيا الاسبوع الجاي اعمل العملية واضافة بطلب من الناس تدعيلي اني ارجع زي الاول هي رحلة همر بيها وان شاء الله ارجع اقوى مع النادي وانا في الملعب في النهائي امام نهضة بركان سمعت صوت اول مرة اسمعه في حياتي وعرفت انها اصابة قوية وواصلا لحصل لحظة الاصابة كنت بحاول اجري على احدى الكورات ورجلي كانت ثبتة والتانية حاولت اجيب بيها الكورة واسمعت صوت طرقعة غريب وعرفت انها اصابة قوية اسلام صادق ممكن يكون فيه مفاجأة مدوية داخل نادي الزمالي خلال الفترة المقبلة هيعلن عنها حسين لبيب وواصل المفاجأة هي ان وارد مجلس الادارة ما يضمش صفقات في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب ازمة القيد واشار بنسبة 70% الى 30% مجلس ادارة الزمالك قد لا يبرم صفقات جديدة الناس شايفة ان علشان تم حل المشكلة في يناير اللي فات يبقى خلاص الموضوع سهل واتم لكن الزمالك مطلوب منه فلس كتير جدا وحتى الان مجلس الزمالك بيدرس الموضوع محمد فضل اشي كبالة في المقابلة التلفزيونية من حقه يقول ما يريد ويتحدث من قلبه ويدافع عن ندي كما يريد كهربا نفس الكلام وامام عشور يقول لكهربا تصريحات ينقلها الاخير هو حر وتابع ليه بنتخانئ ليه الترند اهم حاجة لو احنا كجماهير او نقاد سندافع عن هذه الامور بالانتماءات سيدخل هذا الامر بيتك ستجد سلوكا من ابنائك بهذا الشكل وسيرد عليك بشكل غير محترم السلوك الكروي ينتقل الى البيوت واضاف احنا وصلنا لوضع صعبه بعد مقدم البرامج ينتقدون اللاعبين بطريقة مهينة جدا اللاعب عنده عائلته وابنائه ايه اللي تلئيمة دي يا جماعة استقيموا كلنا نستقيم لا اريد ان اذكر اسامي الزمالك والاهلي حصلوا على بطولتين وكلنا سعداء وان شاء الله منتخب مصر يفوز ويتأهل لكأس العالم بنسبة 70% ووصل سنبدأ الطريق الصحيح والمفروض ننطلق ونبني على ذلك لماذا ندخل في الترند وللأسف الرعاء يأخذون الترند ويعملوا عليه فيه في اعلان ايه الانحطاط ده يا جماعة دي اخلاق مجتمع واختتم لا احد يريد ان تنتقل هذه السلوكيات للبيت عندما تجد هذه الامور ستدخل لبيتك وتؤثر على ابنائك المفروض الرياضة للتسلية وللمتعة بصراحة الموضوع بقى بايخ جدا والكل بيجري وراء الترند لو انت فرحان باللي بيحصل فده هينتقل لأولادك كشفت تقارير اعلامية عن دخول ناتي برامدز في مفاوضات مكثفة مع بن شرقي بهدف ضمه الى صفوفه في الموسم المقبل وقدم برامدز عرضا مغريا لبن شرقي بقيمة مليون دولار سنويا وطالب بن شرقي بزيادة العرض المقدم من برامدز الى مليون وربعمائة الف دولار ولم تقدم ادارة الزمالك اي عرض رسمي لبن شرقي حتى الان لكنها تراقب عن كثب تطورات المفاوضات بينه وبين برامدز احمد شبير فيه تواصل جيد بين الزمالك ومحام اللاعب خالد بطيب ووصل الى اتفاق ليسوا فيه تقليل في الاموال ولكن جدوله على اكثر من دفعة وادارة الزمالك فعلت شيء اشيد به وهو انها نشر البنود العقد لاستطلع رأي الناس والكل سكت لان العقد كارثي في بنود بالعربي غير البنود اللي مكتوبة باللغة الانجليزية واختتم من عمل هذا العقد كان يقصد تضليل اللاعب ويدر النادي وعندما تذهب للفيفا تذهب بالعقد المكتوب بالانجليزية الموثق والموقع وهنا جاءت الكابثة لكن قيادة الزمالك برئاسة حسين لبيب تحاول بكل قوة احمد شبير فيه تقارير مغربية ومصرية تقول ان الزمالك يهتم بضم اللاعب محسن بريكا لاعب المغرب الفاسي وعقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل وتابع نديه يرغب في بيعه للاستفادة منه وهو مهاجم صريح عنده 24 سنة في ظل استقرار جوميس على رحيل سامسون الكينولا واضاف موتيبة ومحمد عاطف ومهاب ياسر الزمالك يريد ان يعطي لللاعبين فرصة ومين المحتمل يخرجون للاعارة واختتم بالنسبة للمعارين في استقرار على عودة حسام أشرف مهاجم البلدية وهداف الدولي وايضا عودة احمد محمود ظهير ايمان الجونة وموقف ماجد هاني لاعب البلدية 50% وسينتظر الزمالك لنهاية الموسم لحصم مصيره احمد شوبير جوميس في فترة الراحة وسيعود يوم الاحد للاستعداد لمباراة سيروميك كليو بطرا ويستانف تدريباته بدون 12 لاعب وهذه فرصة ليشاهد اللاعبين الشباب وتابع جوميس طلب رسميا من ادارة الزمالك التجديد للثنائي محمد صبحي ومحمد عواد وقال للإدارة انا تبعت الدوري المصري كله والحراس المتاح ضمهم لم يلفت نظري وطلب التجديد لعواد وصبحي وهذا رأي الإدارة وبالتالي الامور ستسير في هذا الاتجاه ووصل بالنسبة لمحمود علاء واضح انها انه لا توجد قناعة به من قبل المدير الفني وبنسبة كبيرة سيرحل بنهاية الموسم واختتم يوسف اوباما حظه جيد مع اصابة احمد حمدي بالروبوت الصليبي في عادل الظهور من جديد حتى اشعارا اخر بس كده دي كل اخبار اللي كانت معنا النهاردة عن نادي الزمالك اتمنى الفاكرة كون خفيفة على قلبكم ادعموا لايك الفيديو سبسكرايبي القناة متشكلي جدا على دعمكم لو عندكم اي مجموزة اصيب اهنها في التعليقات اسف جدا على الاطالة سلام